أكيد مباراة السد تكون مباراة دربي بين الفريقين مباراة جماهيرية زادة عندها طبع جماهيري خاص أكيد استعداد تكون عالية التركيز السد راجع بقوة للفترة الأخيرة وإن شاء الله تكون مباراة حلوة نفس ما تعودنا إن شاء الله نتوقع مزال بكري بيش نقوله متصدر الدوري ولا لا احنا في تسعة ولا عاشر جولة في الدوري مزال بكري على الأشياء هذه احنا ناخذ كل مباراة وحقيقتها مباراة السد بيش تكون مباراة قوية دايما السد المال يكون المنافس الشارس والأول على الدوري متوقع بيش تكون مباراة قوية من الطرفين نتوقع أن السد اللي يكون موجود يكون حاضر هو اللي جاهز يلعب في المباراة السد فريق كبير معناها ما ينتورش بش يتأثر بعدد من لاعبين وكشفته معناها المباراة الأخيرة أكيد في الفترة الأولى تأثر شوية بعدين خضامها لطعم الفوز السد فريق كبير وما يتأثرش بلاعب ولا اثنين ولا ثلاثة توقع المهم احنا نكونوا جاهزين ومركزين في المباراة هذه بش نعطي قول معنا بش إن شاء الله نفرح الجماهير العربوي رسالة الجماهير خليكم دائما في ظهرنا الفريق محتاجكم بالفترة الجاية كما وقفتم معنا من أول الموسم إن شاء الله الجماهير تتكاثر في المباراة الجاية ونحبوكم موجودين في كل مباراة مش كان في المباراة الدربي إن شاء الله تكونوا موجودين في المباراة الكل وهذا يعطينا دافع كبير في كل مباراة يكون فيها الجمهور حاضر بكثرة موسيقى